موسيقى طابط أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين أجدد التحية لكم أنا معمر عواد من العاصمة القطرية دوح وأدعوكم إلى حلقة جديدة من مقابلة خاصة أفتح فيها ملف القطاع العقاري في قطر ما لهو ما عليه الواقع والتحديات الأسعار والاقتلال الحاصل في معادلة العرض والطلب وقضية الأسعار بفترة ما بعد المونديال هذا ما سوف أنقش مع ضيفي لهذا الأسبوع السيد محمد الفرغري وهو الرئيس تنفيذي لشركة يوتيوب العقارية مرحبا محمد الجميع كانت حضر بفترة ما بعد المونديال ونشهد تصحيح سعري كبير على الأقل على المستوى العقاري السكني هذا لم يحصل بعد مضوء ستة أشهر من ختام المونديال ما الذي حدث محمد لماذا لم نشهد تصحيح سعري في العقار في قطر بعد المونديال أهلا وسهلا بك أولا أستاذ معمر طبعا القطاع العقاري حاليا في دولة قطر في حالة ترقب في حالة انتظار في حالة ترقب وانتظار للعديد والعديد من القوانين والتشريعات التي هي الآن على وشك الصدور وبدأت بوادرها بقرار الأميري الذي صدر بإنشاء هيئة التنظيم العقاري وهذا القرار أو هذا الأمر فيه جزء كبير جدا من المشتغلين في القطاع العقاري بينتظروا لتقييم مدى قدرة القطاع العقاري في الاقتصاد القطر عجز بمستثمرين جدد للقطاع لإدارة العجلة مرة أخرى في القطاع حصل بعض التصحيح السعري في بعض القطاعات خصوصا للقطاعات السكنية في المباني الجديدة المشاريع التطوير الجديدة الموجودة تحديدا في مناطق لوسيل ومناطق لولا فحصل بعض الانخفاضات كبوادر للتصحيح السعري الموجود لكن إلى الآن لم ينتشر هذا التصحيح السعري على مستوى القطاع بالكامل هناك الآن حالة ترقب وانتظار وتأجيل للقرارات الاستثمارية للشراء والبيع إذن نستطيع أن نقول بأن القطاع العقاري الآن هو رهن مخرجات البرامج التنفيذية للهيئة المتخصصة في تنظيم العقاري في قطر لكن بتقديراتك محمد ما الذي يمكن أن تخلقه الهيئة من فارق في القطاع العقاري في قطر إن على مستوى معادلة العرض والطلب والوصول إلى أسعار عادلة في السوق والأهم أنه تعيد ضبط معدلات التضخم في قطر متأتي أساسا من القطاع العقاري طبعا كان قرار إن شاء الهيئة هي أحد القرارات التي ندينا بها من فترة طويلة جدا لأن أغلب الدول التي هي المتقدمة عقاريا لجأت إلى وجود جهة جامعة تستطيع أن تجمع كل الجهات التابعة المختصة بقطاع العقاري في هذه الدول تحت مظلة جامعة وحدة هذه المظلة التي هي الهيئة بمختلف مسمياتها في الدول هي المسؤولة عن أو هي الأب الروحي أو صانع السوق العقاري بنفس تعبير البورصة هي المسؤولة عن أمور كثيرة جدا من ضمنها التحكم في عدد الترخيص الممنوحة التحكم في مناطق الترخيص الممنوحة التحكم في معادلة العرض والطلب بما لا يسبب أي نوع من أنواع زيادة العرض نفس ما هو موجود الآن عن الطلب بمستويات كبرى هذه الهيئة أيضا هي المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وجعلها جاثبة للإستثمار اليوم السيد معمر في مفهوم بدأ ينتشر على مستوى القطاعات العقارية حول العالم هو مفهوم تصدير العقار بمعنى أن كثير من الدول عملت العقار كسلعة أو كمنتج وساعد إلى جذب المستثمرين الأجانب لضخ أموال في هذا القطاع وتصدير هذه السلعة اليوم الهيئة مطالبة أيضا أن هي توجد آلية للتحكيم في النزاعات العقارية الإيجارية بمعنى صح أيضا ترويج وتسويق ما لدينا من فرص كبيرة جدا في الاقتصاد القطري والقطاع العقاري القطري اليوم بعد كاس العالم حصل نوع من أنواع الانكشاف أو الاكسبوجر للقطاع العقاري للاقتصاد بشكل عام وفي القلب منه قطاع العقاري لمستوى العالم لكن إلى الآن لم يتم استغلال هذا الانكشاف الذي حصل موجود طبعا انكشاف بشكل إيجابي أنتم كشركات عقارية تتحدثون منذ زمن بأن هناك اختلال في معادلة العرض والطلب العقارية في قطر طبعا لصالح العرض هناك حديث عن أكثر من ثمانين ألف أو تسعين ألف وحدة سكنية شاغرة اليوم في قطر بعد المنديانة تحدث عن أكثر من خمسة ملايين متر مربع شاغرة في المكاتب بتقديرك يعني وفي ظل هذه الظروف لماذا لم يستجب السوق لمعادلة العرض والطلب للوصول إلى مستويات سعرية عادلة احنا السوق عندنا فيه خصوصية كبيرة جدا هنا اليوم طبعا بسبب حجم السكان فبالتالي لم يتم امتصاص هذا الفائط في المعروض ما بين العرض وبين الطلب أيضا غياب التقارير العقارية التي تقدر تعطينا انطباع أو تقدر تعطينا مؤشر عن الأعداد يخلي الأعداد دائما ما بين التمانين ألف إلى مئة ألف ويمكن زادت يمكن أقل ما في تقرير ممكن يشرحنا هذا الأمر لكن الواضح أن معادلة العرض والطلب في قطاع العقار في قطر مختلة لصالح العرض أيضا التسهيلات الموجودة خصوصا التسهيلات الائتمانية لا تشجع المقيمين في الدولة على تملك عقار أو لا تسمح لهم بالحرية الكافية في هذا الأمر بالإضافة لأن قوانين تملك الأجانب لم تأتي أثرة حتى الآن فبالتالي لم ينعكس هذا الأمر على معدلات التداولات أو لم ينعكس أيضا على حجم التداولات الموجودة هذا الأمر ساهم في تفاقم الأزمة الخاصة في العرض والطلب إلى الآن لم يتحرك الأمر كثيرا لم يتغير عن قبل كأس العالم في معدلات العرض والطلب بل بالعكس زاد المعروض بسبب تسليم كثير من المباني جديدة في مناطق نفس الوسيل وأعتقد هذا الملف أول ملف يجب أن تعمل عليه الهيئة في حال إنشاءها لموازنة العرض والطلب وهناك حلول كثيرة طبعا لهذا الأمر بتقديرك محمد متى سوف يستجيب المطور العقاري أو الملاك العقاريين لحقيقة معدلة العرض والطلب العقارية في قطر هل عندما تدق البنوك أبواب مكاتبهم خاصة أنه اليوم عم نشوف أنه في عنا حجم قروض عقارية قارب 190 مليار ريال قطري وهذا بيمثل محمد تقريبا أكثر من 22% من حجم القروض في قطر وما مننسى أنه أيضا ارتفاع أسعار الفائد على القروض العقارية يعني أفرز وأوجد كثير من المتعثرين على المستوى العقاري اليوم في الدولة أنا أعتقد أنه بالنسبة للتوميل هناك في عامل ضغط بالنسبة للقروض التي هي ممكن تكون قروض متعثرة لكن في حقيقة الأمر أنا أعتقد أنه الدعم من مصرف قطر المركزي للبنوك لن يسبب أي أزمة لهذه البنوك في هذا الأمر وذا اتجاه محمود أيضا هناك جانب هو إتاحة التمولات العقارية بالنسبة إلى الغير مقيمين في دولة قطر أو المقيمين في دولة قطر غير القطريين هذا الأمر سوف ينعكس إيجابا بشكل كبير جدا على القطاع العقاري لسبب بسيط أن معدلات الإيجار في دولة قطر عالية الآن فبالتالي أنا كشخص مقيم أستطيع أن ألجأ إلى الحصول على تمويل بنكي لشراء وحدة عقارية بدلا من إيجار هذه الوحدة بقيمة عالية وأعتقد أن هذا الأمر الآن يجري تداوله ويجري يبحثه إن شاء الله تعالى سيكون خلال الشهور القادمة في آلية لهذا الأمر في خبر صدر مؤخرا أعتقد ربما نهاية العام الماضي عن يو بي اس سطلع رأي طبعا يقول بأن أغلى فنجان قهوة في العالم هو في الدوحة بأكثر من 6.2 يورو طبعا ليس لأن أسعار البن يعني مرتفعة في قطر ولكن لأنه يتم تحميل سعر فنجان قهوة على الإيجارات السكنية والعقارية وتكليف الإنتاج وبالتالي ما تزال حتى الآن القضية العقارية هي المتهم الأول في ارتفاع معدلات التضخم في قطر لأن اليوم المستهلك يدفع ثمن إضافي على السلعة والخدمة نتيجة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وتكليف الإنتاج في قطر طبعا أنا لا أتافق مع رؤية أن القطاع العقار هو المساهم الرئيس في التضخم نحن عندنا حوالي 22% من مؤشر التضخم اللي هو حاليا 3.68 22% منه تقريبا هو القطاع العقاري اللي هو الإيجارات وهذه الأمور فطبعا رقم 22% يمثل جزء كبير من هذا المؤشر لكن لا أعتقد أنه هو السبب الرئيسي لهذا الأمر الآن إحنا عندنا في الدولة في كثير من الأمور التضخم طبعا عالمي في كثير من الدول بل بالعكس أنا أعتقد أن النسبة اللي موجودة في دولة القطر الآن من أقل النسب على مستوى العالم في التضخم لكن هناك مشكلة حقيقية فعلا في ارتفاعات الإيجارات وهذه الارتفاعات الإيجارات بدأنا نعكس على كل السلع اللي موجودة لأنه اليوم المحلات التجارية المحلات اللي هي الخاصة في المناطق السكنية العقارات التجارية كل هذه الأمور كل ما ارتفع الإيجار كل ما ارتفع التسعير لأنه جزء كبير من آلية التسعير الموجودة في السوق مرتبطة بالإيجار في المقام الأول والإيجارات طبعا مرتفعة وهناك أماكن كثيرة الآن مغلقة أبوابها لأنه ما قدرت أن هي تواكب زيادة الإيجارات اللي حصلت في الفترة الماضية فأعتقد إن شاء الله أن هذا الالتجاه إن شاء الله نأمل أنه يتغير في القريب العاجل بإذن الله عمليا لدينا في قطر مؤشر يتيم فقط لقياس أسعار العقارات في قطر وهو صادر عن مصر في قطر المركزي بيعتمد أساسا على بيانات البيع والشراء بوزارة العدل إلى أي حد تشوف هذا المؤشر مؤشر يقيس حقيقة الواقع العقاري في قطر أمنه لا؟ ما بيعطينا الصورة الكاملة أنا أعتقد أنه عندنا مجال كبير جدا للتطور في المؤشرات وفي البيانات العقارية لأن الوضع الحالي أعتقد لا يليق أبدا بحجم الاقتصاد ولا يليق أبدا بالطفرة التكنولوجية الموجودة المؤشر أسعار العقار في مصر في قطر المركزي أعتقد واحد من الجهود المحمودة في هذا المجال حتى وإن كان غير مفصل لكن أنا أعتقد أنه هاي الأمر يضمنط بجهات أخرى موجودة الآن فيه ندرة في توفر البيانات فيه نوع من أنواع المحدودية في مدى البيانات المتوفرة في السوق اللي إحنا نقدر كمحلين بناء عليها نقيم السوق ونوضر التحليلات والتقييمات للمستثمر لمساعدته على اتخاذ قرار الاستثماري موجود إلى الآن لم يتم وضع أسس وآليات لعمل مؤشر عقاري حكومي لكن في القرار الأمير الخاص بإصدار الهيئة تعني الهيئة بإصدار المؤشرات والبيانات لتحليل السوق العقاري والمعاملات الموجودة فيه فنأمل أن يكون على مستوى المتوقع والمأمول عن طريق الهيئة أشكرك شكرا جزيلا محمد الفرغلي وأنت الرئيس التنفيذي لشاركة يوتيوب العقارية كنت معي في سي أم بي سي عربية في هذه القراءة لواقع القطاع العقاري في قطر شكرا جزيلا لك وأنتم أعزائي المشاهدين الشكر الموصول لكم وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من مقابلة خاصة إلى اللقاء اشتركوا في القناة